حالة تأهب قصوى مقاتلات أمريكية تسقط أجسام طائرة مجهولة تحلق في سماء الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أيضا متابعينا كان هناك إعلام من السلطات الأمريكية والجيش الأمريكي عن إغلاق المجال الجوي في ولاية ميشيغن ومن ثم تم الإعلان عن إسقاط جسم غريب كان يطير فوق ولاية ميشيغن بهذا الفيديو رح نحكي عن الخمس أحداث اللي صارت إلى حد الآن صار خمس مرات لحد هلأ فيه أشياء وأجسام طائرة شي منا بيقولوا صيني أول واحد طلع ولكن الأربعة البيئين اللي تم الإعلان عنهم ما فيه معلومات بالمرة بهذا الفيديو رح نتحدث وين صارت هذه الأحداث شو صار اليوم بالتحديد بولية ميشيغن وأعلان وزارة الدفاع عن هذا الموضوع شو التفاصيل الموجودة إلى حد الآن شو هي هيدي الأجسام الطائرة اللي عم بتحير المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدين من قناة الأخبار معكم حسين هشمو حلقة جديدة ومباشرة وخاصة من برنامج شوفين ما فيه نص طالب من خلالها الأجسام الطائرة المجهولة اللي عم بتم الإعلان عنها في أكتر من منطقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وآخر هذه الأحداث كانت عم بتكون اليوم في ولية ميشيغن فوق بحيرة هيورن بولاية ميشيغن اللي هي على الحدود بين ميشيغن وكندا هذه الحلقة بشكل سريع بدنا نحكي عن شو عم بصير بدنا نفسر وين صارت الأحداث والمعلومات اللي عطونا إياها أو اللي تم الإعلان عنها من الحكومة الأمريكية إلى حد الآن فخلينا نحكي بشكل عام منذ إسقاط البالون الصيني اللي هي الوزارة الدفاع الأمريكية كانت عم تقول البالون تجسس صار فيه أربع أحداث مختلفة صارت يعني صار فيه إسقاط لجسم طائر فوق ولاية ألاسكا بمونتانا أعلن الجيش الأمريكي أنه بلاقوا شيء وبعدين قالوا لا هلأ من لكم شو صار بهذا الموضوع أيضا تم الإعلان مبارح نهار السبت عن إسقاط جسم طائر من القوات الأمريكية والكندية فوق كندا واليوم هلأ قبل شوي تم إسقاط جسم طائر آخر فوق ميشيغن فخلينا نبلش بميشيغن نهار الأحد إخواننا أعلنت السلطات الأمريكية عن إغلاق المجال الجوي في ولاية ميشيغن خاصة فوق بحيرة هيورن لفترة وجيزة ورجعت فتحتها ووقت هيئة الطيران المدني الأمريكي أعلنت أن الإغلاق يعود إلى أسباب تتعلق بالدفاع القومي كناشنال سيكوريتي إخواننا طيب شو صار؟ تفاصيل هذا الجسم الطائر فوق ولاية ميشيغن هي كما يلي حسب معلومات أخذناها من الواشنطن بوست وبالإضافة إلى معلومات من الـ CNN اللي كانت عم تتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع بالإضافة إلى تغريدي من حاكمة ولاية ميشيغن من جرتشن وتمر اللي كانت عم بتأعلن أنه وزارة الدفاع أخبرتها بإسقاط هذا الجسم الطائر الغريب فوق الولية بناء على وزارة الدفاع والمعلومات اللي عم بتحطها الـ CNN عم بيقولوا إنه هيدا الجسم الطائر كان عم بيطير على علوه عشرين ألف قدم بفوق ولاية ميشيغن بالـ Upper Penisola بجزء الشمالي من الولية وشكلوا لهيدا الجسم الطائر أكتاجون أكتاجون يعني مسمى إلو تمام أجزاء وفيه إلو شراية الطالعة منه عم بيقولوا هيدا الجسم الطائر اللي شايفوه بميشيغن اليوم واللي أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإسقاطه هو هيئة الدفاع أو قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية هيدا هو اللي لقطوه فوق ولاية مونتانا وإطبعتوا هيدا الطيارة نهار السبت لحتى يتأكدوا منا وما قدروا يتبعوا وعم بيقولوا هيدا هو الأبجكت أو جسم الطائر اللي كان عم بيطير فوق مونتانا وإجا طار طار فوق واسكنسن الرادار لقطوه فوق واسكنسن كمال لفوق ميشيغن وتم اتخاذ القرار كونه يشكل تهديد على الطيران المدني في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بولايات ميشيغن تم اتخاذ القرار بإسقاط هيدا الجسم الطائر بأمر أكيد من الرئيس جو بايدن بالتنسيق معه قيادات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هيدا الأبجكت أو جسم الطائر فوق وليت ميشيغن تم إسقاطه ويأتي هذا الموضوع بعد الإعلان الأمس نهاري السبت عن جسم طائر كمان كان عم بيطير على الحدود الأمريكية الكندية وتم إرسال طائرات كندية وأمريكية ونجحت مقاتلة أم 22 أمريكية بإسقاط هذا الجسم الجسم اللي كان عم بيطير فوق كندا سيلندريكل قاله يعني أسطواني شكله أسطواني رئيس الوزراء الكندي قال إنه الجسم غير محدد كان عم بيطير بشمال غرب كندا وتم إصدار الأمر بإسقاطه وبالفعل يعني نجحت طائرة أمريكية F22 بإسقاط هيدا الجسم تحاول القوات الكندية أنه تشيل الحطام تبعا هذا الجسم المجهول الهوية حسب زعم الرئيس الوزراء الكندي جستون ترودل اللي قال إنه هو ينسق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن هذا الموضوع وأعلن الرئيس الوزراء الكندي بأنه عمليات البحث عن حطام هيدا الجسم لانتشاله مستمرة ولكن هناك رياح وبرودي وسلوج ومحدودية لضوء وأيضا بالإضافة إلى ذلك قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية نوراد عم بتقول إنه عمليات الانتشال تجري بمياه جليدية والبنتاجون لم يعطي أي مزيد من التفاصيل عن هودة الجسم لا سيما القدرات تبعه والهدف والمصدر بشكل عام وبالتالي بهودي اليومين سقطوا أحد بشكل متسارع عم بتصير هيدا الأحداث إخوانا أجسام طائرة غريبة هناك حالة من التأهب القصوى في الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة هيدا الأمور هناك مطالبة من السياسيين للإدارة الحالية إدارة الرئيس بايدن بإعطاء المزيد من التفاصيل للمواطنين عن هيدا الأجسام الغريبة الطائرة وهو شيء أسطواني شيء مثمن شيء بالون زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ شاك شومر نهار كان عم بيعمل مقابلة مع الأي بي سي عم بيقول أنه مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين بيعتقدوا أنه الأجسام الطائرة التي أسقطت فوق أمريكا وكندا هي مناطيد حسب زعمه لجاك شومر بس ما حسب عم نشوف البرس ريليس اللي عم تطلع شيء منهم أكتاجون شيء منهم سيلندريكونز ومنهم بالون ولكن عم بيقول أنه بيطمن الشعب الأمريكي على أنه إذا كانت أي مصالح أمريكية بيكون فيها الناس عرضة للخطر فسيتخذون الإجراء المناسب وذكر بأنه هود الأجسام اللي تم إسقاط نهار الجمعة ونهار السبت كانت أصغر من المنطاد اللي أسقطوه فوق ولاية كارولينا الجنوبي هذا أكيد بناء على حديث لزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ شك شومر ولكن بشكل عام إخواننا بناء على التويت اللي طلع من حاكمة ولاية مشيقين بناء على المعلومات ما في تهديد على السلام العامي في ولاية مشيقين أو بألاسكا أو بمونتانا أو بكندا بشكل عام نتيجة هذه الأجسام الطائرة إلى حد الآن نحن سوف نتابع هذا الموضوع حبينا بشكل مختصر نطلع فيديو بشكل سريع نعطيكم شو عم بصير كون إجينا أسئلة كثير عن هذا الموضوع فبولاية مشيقين رجعوا وفتحوا المجال الجوي ولكن قيادة الدفاع الجوي الأمريكي مدالت تتابع هذا الموضوع وشغالين والرادارات تبعهم ضوينون وحتى وطوا الفريكونسي تبع هذه الرادارات لحتى يلقطوا السام بتمشي بسرعة أقل من الفريكونسي اللي هني كانوا حاطينها من قبل هدا كمان حسب الإعلاني تم الإعلانه وبالتالي هن بحالة تأهب قصوى يتابعون هذا الموضوع هناك مطالبة من عدد من السياسية من الإدارة الحالية بأنه تعطي معلومات أكتر لحتى الشعب يتطمن ولكن بحين صدور أي شيء بحال صدور أي معلومة جديدة من إدارة الرئيس شو بايدن والبيت الأبيض أو من وزارة الدفاع أو من الجيش الأمريكي أو من كندا حتى إن شاء الله نعطيكم تحديث لهذا الخبر ولكن ما فيه تهديد على السلامة العامة تم إعادة فتح المجال الجوي الجيش الأمريكي يتابع هذا الموضوع وهناك حالة تأهب قصوى لدى قيادة الدفاع الجوي هيدا كانت حلقتنا المختصرة والسريعة اليوم من برنامج شو فيما في معي أنا حسين هيشن من قناتش الأخبار فور صدور أي تحديث عن هذا الموضوع خلوا عينكم على قناتش الأخبار على فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك ويوتيوب لأنه سنجيب لكم الخبر أولا وباللغة العربية شكرا لكم وإلى اللقاء